على مدار الساعة يقع بين الناس نزاعات وخلافات وتقوم بينهم قضايا ومشكلات ويعتدى على الأرواح والأموال والحل العادل لذلك أن يرجعوا إلى حكم الله الحكم فالحكم هو الحاكم الذي سلم له الحكم ورد إليه فيه الأمر قال تعالى له الحكم وإليه ترجعون وهو الحكم العدل الذي يحكم بين عباده في الدنيا والآخرة بعدله وقصته فلا يظلم مثقال ذره ولا يحمل أحدا وزر أحد ولا يجاز العبد بأكثر من ذنبه ويؤدي الحقوق إلى أهلها وهو العدل في تدبيره وتقديره فيحكم بشرعه ويبين لعباده جميع الطرق التي يحكم بها بين المتخاصمين من الطرق العادلة الحكيمة قال تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون فمن آمن بأن الله هو الحكم رضي بحكمه وشرعه ولم يعارضه برأيه وهواه قال تعالى أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا أي قل فليس لي أن أتعدى حكمه وأتجاوزه لأنه لا حكم أعدل منه ولا قائل أصدق منه فمن آمن بأن الله هو الحكم علم أن حكمه وشرعه مشتمل على الحكمة والمصلحة والخير قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا قال قتاده صدقا فيما قال وعدلا فيما حكم فخبره كله صدق وقضاؤه كله عدل وأمره كله مصلحة والذي نهى عنه كله مفسدة وثوابه لمن يستحق الثواب بفضله ورحمته وعقابه لمن يستحق العقاب بعدله وحكمته ومن علم أن الله سيحكم بين العباد يوم القيامة لم يظلم أحدا خشية الحساب قال تعالى هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين أي لنفصل بينكم ونحكم بين الخلائق ومن آمن بأن الله هو الحكم الذي يحكم بالعدل عدل بين الناس قال تعالى إن الله يأمركم أن تؤد الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا